بصوا أنا راجل مرهق وتعبان وتقريباً ما بنامش ما يعني ليه ما بنامش؟ أقولك ما بنامش ليه بنامش من كتر ما أنا قاعد عمال أقرأ أبحث أمحص أبحث أدرس سميها زي ما تسميها في إيه تحديداً؟ في الموقف اللي قائم للأسف الشديد وهو موقف شديد التأزم من يوم 7 أكتوبر والحد دلوقتي على الأراضي الفلسطينية واللي مش بتعاني منه بس غزة لكن اللي بتعاني منه كل الأراضي الفلسطينية بالمناسبة ومش هاخدك على خلفيات تاريخية أنا بس عايز أخدك على ما المحيم مهمين جداً قبل ما نتكلم على مسألة مجلس الأمن وتبني لقرار فاولي لإطلاق النار وما إلى ذلك طول الوقت من وقت ما ظهر حاجة اسمها الكيان الصهيوني المحتل الأراضي الفلسطينية أو كما يسمي نفسه دولة إسرائيل وهم عندهم كل كل المهاجرين اللي قلنا من أوروبا دول ودخلوا على الأراضي العربية سواء إذا كانوا بقى بدء من العصابات الصهيونية مروراً بإعلان الدولة ذهاباً لموقف شديد التأزم بهذه المجازر القائمة حتى لحظتنا اللي بنتكلم فيها الناس دول هؤلاء المحتلين وانا هل مش بكلمك على جيش الاحتلال بس أنا بكلمك على قوام دولتهم المزعومة طول عمرهم عندهم سردية واحدة لا تتغير وخطاب واحد لا يتغير هتسأل أقل عيل لأكبر واحد فيهم سناً من أقلهم في المنصب أو أياً كان التعليم أو 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 لأعلى واحد فيهم رئيس الحكومة هيقولك دايماً نفس السردية نفس الخطاب ويتبنى تقريباً نفس الموقف وسيبك ده الكلام ده كان زمان وسيبك من القصص الكتير اللي أن هناك مجموعة في إسرائيل تتبنى مواقف تكاد تكون متشابهة متعاطفة مع العرب والفلسطين ده كلام فارغ ولا تعول عليه على الإطلاق يمكن المجموعة دي زادت شوية خلال الفترة اللي فاتت لكن من بعد 7 أكتوبر حصلت مفاجأة مهمة أنه الدوائر القرار أو صناعة القرار السياسي في الكيام الصهيوني المحتل أصبح في عندها تباينات وفي بعض الأحوال أصبحت طرقة في بعض الأحوال لمرتبة الخلافات مش مجرد التباين وده إحنا نبص عليه كعرب بالتأكيد أو ننظر إليه عن كثب نتابعه عن كثب وننظر إليه بتماعن لأنه ده مهم أنه يحصل تفتت جوه الرأي العام الإسرائيلي لو هنسميه كده وأنه يحصل تباينات في وجهاته منظر وبعض الخلافات لدى دوائر صنع القرار ده شيء جيد جدا ليه لأنه ده معنى أن الدولة كده من الداخل بتتزعزع خد بالك من الكلمة الدولة جوه بتتزعزع لأنه إحنا بقالنا أكتر من سبعين سنة الناس دي تقفوا موقفوا كلمة رجل واحد طيب هل ده شيء مع الديمقراطية ضد الديمقراطية ليه فكرة أحلام الديمقراطية اللي كانوا دايما يتكلموا عليها الغرب يقول لك ودي دولة الديمقراطية الموجودة في المنطقة أي دولة الديمقراطية ولا حاجة لأنها دولة تنظر إلى مصالحة ذاتية فقط لو كانت ديمقراطية فكانت تدت الحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كانت فعالة قرارات التأسيم كانت فعالة مباحثات واتفاق أسلو من سنة 93 لكن دول لا ديمقراطيين ولا مؤمنين بالديمقراطية دي كذبة كبرى وساهم فيها الغرب وساهم فيها الشمال الأوروبي يعني الأوروبيين تحديدا الإنجليز دول قس البلاء بالمناسبة يعني في حياتنا المعصرة أو في العصر الحديث دول قس البلاء لكن أرجع بيك تاني على طيب ومصر أنا أفهم أنه في المواقف الكبرى في المواقف الكبرى أكيد الكل ده المفروض الكل لازم يتبنى موقف وطني واحد ولا أفهم على الإطلاق أنه في المواقف الكبرى مش أن أنا بقى أشوف تبايونات أو خلافات لا ألاقي في المواقف الكبرى ناس تقرر أنها تخرج وتتبنى موقف عكس الوطن فتتسبب لي المشكلة مهبوس في الحاجات اللي زي كده بيبقى فيه تلات تصنيفات وملهمش رابع يا قبلة يا جاهل يا خاين خد بالك يا قبلة يا جاهل يا خاين طيب الجاهل يمكن يتعلم ويستحق مننا أننا نحن نبذل مجهود القبلة غير قبل للتعلم فيبطلها أنا أتكلم بقى على السياسة يبطلها مش أنت عبيضة بطل قبلة بطل جاهل القاسي والداني يعلم القاسي والداني يعلم أن الدولة المصرية لم تقم بغلق معبر رفح ثانية مصر قالت مزدوجي الجنسية اللي عايزينهم يخرجوا ده مرهون بدخول المساعدات الإنسانية الأهلين في فلسطين فالأمريكان ما تضغطوش علينا لأن إحنا مش هنخرج مزدوجي الجنسية من عندنا غير لو دخلنا المساعدات الإنسانية يبقى أنا موقفي إيه دخول المساعدات الإنسانية لأهلين في غزة بأي شكل ومهما كان التمن هقولك طيب حلو طيب يعني إيه حد حد يرى أو يظن إنه لما يقف ويقول مصر أفلى المعبر وهي السبب في هذه المعاناة ما هل هيقول كده يطلع بقى شخصية مجهولة يطلع شخصية معروفة يطلع شخصية ما حدش عارفها يطلع شخصية عامة المهم إنه مصنف نفسه أو مصنفين نفسهم باعتبارهم دوق دوق العلد يصيع السياسة الشطار اللي جابتهم شوال لادة وفي نفس الوقت عندهم الحالة بتاعت احتكار الوطنية والحص الوطني وشو هتكلام تافه الحقيقة لأنه مش من حق حد يحتكر الوطنية اللي صالح ذاته يعني في حاجة اسمها موقف في حاجة اسمها موقف مشترك أرضية وطنية مشتركة لا نحيد عنها يعني ما بنخرجش برا المربع الوطني لكن لما هتطلع وتقول لي أيها مصر هي اللي قفل المعبر هو أنت بتقول إيه يعني أنت بتعديني أنت بتقول تصريحات كشخصية عامة أو نصف عامة على الملأ قد تنقلها أو نقلتها وكلت أنباء إلى آخره بتعديني يعني أنت بتوقف وش أمني القومي أنت بتعطى المصراطي قدام المجتمع الدولي يعني مصر اللي حركت الرأي العام العربي كله وحركت الرأي العام في أوروبا والرأي العام في أمريكا مصر مش حد تاني الموقف المصري هو اللي عمل كده الثبات على المبدأ المصري هو اللي عمل كده لو ما كناش إحنا ثبتين على المبدأ ولو ما كناش خدنا قرارات أخلاقية مبدئية ما كانش في حاجة وكانت زمان المصيبة كبرت أكتر من كده عشرات المرات ألاقي واحد ولا اتنين ولا عشر يقول لك أصلا مصر قفل المعبر ومصر بهذه الطريقة تساهم في حصار الفلسطينيين وحاجة من ثلاثة بقى ياللي قال كده قبلها فيبطلها ياللي قال كده جاهل فيروح يتعلم ياللي قال كده خاين فيتعلم عليه يعني لما يجي للأمينة العامة الأمم المتحدة مرتين ويشوف المعبر بنفسه وهناك أتكلم عن الأمينة العامة ده مش رجل سازج يعني مش رجل بسيط يعني لا تكون فاكر أنه هو المعبر بيتفتح وهو جاي وبيتقفل تاني بش حاجة اسمها كده معبر مفتوح من عندي لما بيحصل تعنت ولما بيحصل تعطيل بيحصل من هناك من عند الجانب الصهيوني فالسؤال بقى ايه المصلحة من وراء ده ما هو مفيش حق يعني ما هو الخاين ده للأسف ما بيقونش ببلاش بس انت بتقف وشي ليه يعني أنا مش فاهم ايه الهدف من الوقوف في وجه الدولة خد باله اللي بتتخذ اقوى واكبر واهم واثبت قرار وطني تم اتخاذه على الاقل خلال الاربعين سنة اللي فاته اقوى مواقف تم اتخاذها لأجل القضية خلال تقريبا اربعين سنة ويزيد هي المواقف اللي بتتخذ من يوم سبع اكتوبر وحتى هذه اللحظة